أنا شخصيا أتوقع أنه في خلال فترة صغيرة جداً خريطة الأعلى أجراً في العالم أتتغير بشكل كبير جداً بعد ما كانت أوروبا وخصوصاً الأندية الإنجليزية اللي كانت في الصدارة طبعاً وباستثناء يعني في بعض الاستثناءات طبعاً ممكن تلاقيه في فريق زي ريال مدريد زي باشلونة على حسب الإسم وعلى حسب النجومية لكن أنا أتوقع أنه الخريطة دي هتتغير في سنين وليلة جداً وأنه هنشهد في دوريات عربية وتحديداً دوري سعودي رواتب أكتر يعني أو أعلى من الرواتب اللي شفناها في الأرقام دي طبعاً كلهم نجوم كبار جداً بما فيهم نجمينة المصري فخر العرب وما زال فخر العرب محمد صلاح المغضوب عليه طبعاً الهجمة الشرسة اللي تعرض لها محمد صلاح أنا كنت في الموضوع ده كتير بالمناسبة أليسان بيكر كان لي حديث صحفي مع ليفر بول واتش تكلم فيه على صلاح تكلم على أنه صلاح يعني واحد من أهام النجوم الفريق وأنه دايماً يعني العلاقة بينهم قوية جداً ودايماً بيحاول أنه هو يشجع صلاحاً أنه يستمر في النجاح ويستمر في تحطيم الأرقام القياسية بصوا يعني تغضب من صلاح تحب صلاحه وتدعمه وتسنده دي حاجة ترجع لك أنت بشكل شخصي لكن فكرة المزايدة على الوطنية أو فكرة المزايدة على المواقف دي حاجة الحقيقة ما حدش أبداً يقبلها كل واحد يخليه في نفسه كل واحد يعبر عن رأيه وعن وجهة نظره أو يدعم بشكل فعلي على أرض الواقع بالطريقة اللي تنزم وانت متعرفش الناس ممكن تكون بتعمل إيه في السر؟ مش كل حد بيتصور بكفية على الفيسبوك ولا على تويتر ومش كل حد رفع العالم الفلسطيني ومش كل حد كتب بيت شعر يبقى قضى مشواره في النضال على فكرة في ملاعب أوروبا في كتير من المطشاط المهمة وفي دول زي إسبانيا أو زي سكوتلندا أو زي إنجلترا يامت رفعت علام فلسطين بكلم حضراتكم على أيام اليومين دول على مطشاط بتحصل اليومين دول بعد الهجمة القذرة على أشقاءنا في غزة بكلم على حضراتكم على ملاعب زي مباراة أساسونا العدد كبير جدا من الجمهور رفع العالم الفلسطيني وعلى مباريات في الدولة الإنجليزية اللي شاهدنا فيها في مباريات افتتاحية وفي وقت الوقوف دي أحداد على ضحايا الاعتداء الصهيوني أو زي ما هم سموه أو أعلان عنه عن الضحايا الأبرياء شوفنا هتفات كتير جدا بتتردد في ملاعب إنجلترا وبتقول إنجلترا وبتقول فري بالستاين القصة هنا مش قصة مزايدة على مواقف القصة هنا قصة تقدير للأفعال مين عنده القدرة أن يكون فاعل مين عنده القدرة أنه هو يكون مؤثر صلاح طبعا حطم رقم تريعونري الهدف التاريخي للأرسنل وهدف الدولي لمنتخب فرنسا بتسجيله هدفين قدام أفرتون وأصبح رصيده من الأهداف بيصل إلى 200 مواحد هدف نتمنى التوفيق لصلاح طبعا في مشواره مع الليفر ترجمة نانسي قنقر